اشتركوا في القناة 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 ما هي الصعوبات التي تواجهها في الإرساليات أو الطالبات التي يأتيك للأكل؟ بالنسبة للأكل كتنواجها الصعوبات كانت عندي إكراعات من اللي كتفلت لكنا في البراكة في عين السبع عندي الضائق وعندي ذلك شيء كما كانت في الوقت يجيني خدمة قدما أنا تنفرح بذلك الخدمة قدما أنا تنستري صحيح كان عندي الضائق ولكن ولي لا لحمت وكشي رقاء ذلك البراكة وردالوا لي الناس في الإفراغ عندما ما بقيش فيها أنا باقين فيها حواجي باقين فيها كل شيء ولكن أنا ما سكناش فيها دابا حيث خفت لي جي ويخرجوني بالقوة وخاصة والدي الصغاري قرأ ما بغيشنا يشوفوا داك الوضعية دابا أنا حليف المحمدية تي صلى وملي بغاك كي تصل بك في تليفون؟ يعني تي تصل بي في الواتساة وهاتي كله بفضل اليوتيوب لأن اليوتيوب ولي السيلة الواصلة بينكم بين هادوك الناس ولكننا رح نخدا من قبل من اليوتيوبرا الواليدة هديرا 40 عام ويف الطبخ أبان أنجد اليوتيوبرا بحرا دابا هدي عامين ونص طالعة في ثلاث سنين اليوتيوبرا بحراب دا ماشي احنا رح نخدا من شحالة دي رجيت 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 دخولي الفيسبوك ديالي تلقينا يا نرا حنا الطياب رح عدنا شحال منها وحل سنطيبو ولي كيدخل عنك القناة أول حاجة كتس أطيري هي طريقة كيفش كتس قد من الأطباق ديالك؟ نعم الحمد لله ملك الحمد وخاوك ما كيناش لموشاهدة لكن تريساج ديالك وش هديك موهبة ولاش نعم؟ كين طياب وكين لبنة وكين لدة وكين الجودة وكين ناس لسي ناس لي ضيقين طيابنا راتيجوا عدنا وترجوا عدنا وناس لي ما ضيقينش طيابنا حنا شتي أنا مليت لحلي الفيديو ديال مريم باركة الحمد لله صرفت للناس وصرفت للجالية برا ولله الحمد نعم الحمد والصيد ربي فالقليل الحمد لله في الكثير الحمد لله الله ملك الحمد كيف كنت عندك الأفكار ديال نظيم ديالك الطباق ولا ديالك الدهساج؟ نحنا عدنا مدراسة رمي طباخة الولدة ديالي طباخة الولدة ديالي ربعين عاموية في الطبخ واخوة تاتي طباخين نبنات اخوة تاتي طباخة نحنا عائلة أبن عنجد أدنا الطياب شا عندكم الوراية؟ يعني ما تعلمنا في مدارس ما ولدك شا عندنا هواية ووردناها أبن عنجد وانتي زلت لها تحسينات؟ ضروري ديالي براحة ديالي بلاواتي الدريساج وانتي تتفنن في الطبق ورا ما همكش طبق انهم دريسي زوين ودك شراكين من خاطر تتشوفي الدريساج ومت تتلقي شرال بنا في خاصة الماكلة تكون زوينة وتكون الدريساج يكون زوين عاودين ما على شي طريفة وقعت لك وانتي كتخدمي في شي عارس شي محفل؟ وما توقعوش طرائف ولكن ما اللي تتكوني خدامة تتكوني مستريسية صراحة تتكوني خدامة ما تتفرحي تتكوني هزا همدك الطياد حيث اللي كتخ تتخدمي الخدمة وانتي بغاها وبالأخص احنا متندخلوش معنا الناس تتخدمولا كينا امي اختي ابنات اختي انا بنتي ولكن اللي تتدير العطرية ولي تقوم بالطياد واللي واقف عليه هو انا امي والأخرين تبقوا غا أسادي لانا تتكون خدمتك وهمك وهزا همك وماشي بحالش هتجتيش حتى بغا يخدم بغا يتخلص نتيلا بغا تخدمي وبغا تشدي خدامي أخرين وبغا تكسبي ناس أخرين يعني خدمتك خاصة تكون عندك فق كل الصيبار الخدمة ديالك والريدة ديالناس خاصو متعجبهم الطابق ويدوز الأرس احنا انا لكن تشدة شعرس انا والواليدة سيمانة واحنا تنخموا فا ديالي خاصو ايدوز بي خير وعلا خير و الحمدلله عمّربي ما حا شمنا ولد الله الحمد بقيتك تعودين انا احد شوية على كيفاش كتينك تتصوري فيديو هاديا على كيفاش كتينك تتزمونطاش كلك يعونك فيه تنفيلمي الراسي وتنمونطي الراسي و تندير لامين يهتغل راسي ولكن أعلمتني مريم باركة الله الحمد للواليدين هي اللي علمتني مسكينة وكان فضل كتير اليام ديك الاخت لان هي دارت واحد الفيديو مليكنت في درب عمار انا الايام جاي حادرت كاروسة في درب عمار كتمشي ندير السردين ومسكينة مريم باركة تمشي في داك الفيديو جات عندي وكانت بنتي كنت تندي الفيديو سيمانة ولا نطلفي بنتي سيمانة باش تمنطي لي داك الفيديو وحضو شنود انا اصلا القارية شوية بقيت تنجيزة بقى نشوفة الشدير الحمد لله وليت تمنطي الفيديو ديالي الراسي دغية وندي لي كل شيء الحمد لله وكالك لا سعطيني كل يوم من سمك ولكن علمني كيف استعدوها للا برينك تدولينا واحد شوية على الناس اللي دباي كيتاجه الفضائح كيتاجه المحتوى يعني اللي خادش للحياة كيف ما كنقولو فهد الناس هادو اشنو اللي دي سالة اللي سبغي تتوجه له والله هدي مخلق كيلي سيبغي الفلوس باردا وكيلي ما كيلي ما го ما دوش لي سيقولي من اينا لكا هادا كيلي تيجيب الفلوس والمره تتجيب الفلوس والدريه تتجيب الفلوس وتيدخلين لدي إعلقallenات وولي دية ما عرفيناش كيلي دية القيناة راجلة ما عرفاش كي دية ما عرفش سميت القيناة ما عرفش يعني مسكين راجل مسكين مغلوب عليه القفاء اخذ دهم ما عرفش نقاط شني متيترا في البيت ديالو ملت تشوفي الفلوس قد البنت جاية والفلوس قد المرة جاية والمرة مخدامش وليلا شوف الواحد خاص يكون كله رائين مسؤولون عن رائيتي وكيلي ما تيتقبلش شي حاجة لي تزد تزدع لولاده في الحرام أنا شخصيا أنا بدأ قناتي ما طالعش نولت أنا ندير روتيني اليوم لايلا محمد رسول الله فلوس كتحسبي اليوم منين جبتهم وفين خسرتهم شكرا لك بالسافة والاستضافة ديالك وكان هذا هو لقائنا اليوم على أمل لقائكم مع صانع محتوى في المستوى